بناء الحب بين الشريكين كثير ما يجيني هذا السؤال كيف أبني الحبيني وبين زوجي كيف أبني الحبيني وبين زوجتي إلى آخره قبل كل شيء لازم نعرف بأنه كل شيء في الحياة لا أهميته لكن من أقدس الأشياء هي حياة الإنسان بمعنى تحترم بأن الله سبحانه وتعالى أعطاه إمكانية الحكم في هذا الأرض والتصرف فيها كيفما يشاء لأن الأرض هذه حرة وأله سبحانه وتعالى أعطانا الإمكانيات والإمدادات عشان نبني فيها ونطور فيها ونتغير فيها وفترة الإنسان بأنه يغير ويتطور فلذلك نحترم تماما كل البشر اللي موجودين في الأرض ونعاملهم بأفضل طريقة وبأفضل شكل ممكن أول نقطة تساعدك في أنك تبني الحب بينك وبين شريكك أن تكون شخصية صبورة ومريحة ومحايدة وواعية ومنطقية يعني جزء من الشغل حيكون عليك أنت فكر فيها معي لو ما كنت شخصية صبورة هل رح تقدر تصبر على أغلاط شريكك شريكك حيكون خطأ كل بني آدم خطأ هذا إحنا خالصين منها فلما تطالب شريكك بالمثالية وتتنرفز من أصغر الأشياء يعني واحدة مرة جد تقول لي زوجها إذا دخل البيت وشاف ملعقة بس في المغسلة ينهار يتنرفز سلامات سلامات ليش الأو سي دي هذا ترى حتى الأو سي دي على فكرة ما هو مرض مزمن هي مشكلة تحتاج إلى علاج إذا أنت ما حاولت تعالجها ما حتلقى لها حل نفس الشيء أنت لما تكون مدمنة على غسل يدك وغسل البيت وتنظيف كل شيء وتمسيح الوسواس والهوس هذا دلالة على مشكلة وليس شخص مولود وهو أو سي دي فرجاء رجاء تحلى بالصبر تحلى بطولة البال تحلى بالراحة خليك مريح خليك سمح خليك يعني ضحوك بشوش راقي رائع خليك يعني طويل بال طول بالك العلاقات والحياة يبغالها طولة بال ولا إيش ما رح تنجح فطول بالك الله خليك طول بالك عشان نفسك وخليك محايد لا تسمي الأشياء هي فعلت كذا لأنها زنانة لأنها تبغى تسرقني ولا هو سوى كذا لأنه يبغى يكبتني يبغى يسيطر علي ليه؟ نين ندخل بعقلية في الزواج معبئة مشحونة كثير يجوني بالجلسات الخاصة يقولوا لي سعدينا نفرغ العقلية هذه ونشتغل عليها وفعله نشتغل عليها يعني وكمية الراحة والسعادة بعد ما تنتهي الجلسة وكيف صفت معاهم الأمور وطالت بالهم ينتج عنها حياة مستقرة وسعيدة فاشتغل أنت على هذه الأشياء اشتغل كثير على المعتقدات المخفية والأفكار النمطية والصورة النمطية حيد قد ما تقدر برضو انت لك الإحساس العالي بالمسؤولية انت مسؤول عن كلامك انت مسؤول عن تصرفاتك انت مسؤول عن نفسك ما ينفع ترمي ضغطك على شريكك يعني مثلا ما ينفع انت تمشي وتوصخ البيت والطالب شريكتك بإنهي تنظفه طب انت اللي قاعد توصخ بقرارك وباختيارك عهيب هذا التصرف وانت نفس الشي ما ينفع الطالبين بانه وديني جيبني حطني وديني جيبني حطني شيلني على كفوف الراحة انت مجبور بما انك اخدتني من بيت اهلي ترعاني وداريني في رعاية الى حد ما لكن في شي مبالغ في انتبهي من المبالغة وانت نفس الشي انتبه من المبالغة انتوا في هذه العلاقة لانكم كلكم هدفكم واحد اللي هو رعاية بعض العناية ببعض والتطور في الحياة مناء أسرة سعيدة ومستقرة يعني انتوا تدورون عن الاستقرار انتوا تدورون عن السعادة فكيف انت تبغى السعادة تنبث والحب ينبث في علاقتك وانت قاعد تخرب على نفسك بنفسك برضو انك تمتلك مهارة الحوار يهو يهو وش فيكم ما تعرفون تتكلمون يجون يسألوني كثير وش اقول لها في فترة الملكة وش اقول لها وش اسوي معاها وكيف اتكلم كيف انت ما تعرف كيف تفتح حوار هذه مهارة اساسية غلط انك تستمر في الجهل وغلط انك تروح تسأل احد انا وش اقول لا المفترض يكون سؤالك كيف امتلك مهارة الحوار كيف انمي مهارة الحوار كيف امتلك مهارة الاقناع اصلا مهارة الحوار هي عبارة عن مجموعة من المهارات كيف امتلك هذه واحدة 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 يعني ما ينفع مثلا وهذا كثير اواجب ان يقولوا لي علمينا وش نقول طب انا لو قلتلك مثلا تكلم عن مستقبلكم سوا تسألها اسمعي وش رايك كيف مستقبلنا بيكون انت ما عندك مهارة الحوار فمهما عطيتك موضوع تتكلم فيه ما حتكتر تتكلم فيه فهمتوا علي فعشان كذا نموا مهارة الحوار عشان تقدرون تتواصلون مع بعض كزوجين لانه اساس الزواج التواصل ما هو التواصل الجسدي ولا هي العلاقة الجنسية ترى الجنس ما يشكل الا 5% من العلاقة لكن اغلب ما يشكله هو التواصل اذا انت حسيت بان شريكك مريح معك كل شي حيصير حلو اذا انت حسيت ان شريكك يفهمك كل شي حيصير حلو لانك هتكون مرتاح لانك هتكون مستقير لانك فاهم بان الانسان هذا وش هو كيفيته اما الاخفاء والغموض والثقل والسخافة اللي طايحين فيها الحين بحجة بانه هذه هي الاشياء الجذابة مفشلة للعلاقة ويا ما شباب وبنات طلقوا زوجاتهم عم شايف شباب وبنات طلقوا يا ما حصلت طلاقات بسبب التواصل واغلب على فكرة المشاكل في العالم جاية من التواصل والاختلافات اللي هي الاختلافات البيئية الثقافية الى اخرية لانه الاثنين ما يقدرون يتفاهمون مع بعض كل ما كنتم مختلفين وافتقرتوا للمرونة الفكرية ما حتقدرون تتصافون عشان كذا كثير عشان كذا العلاقات لما يعلى فيها نسبة الاختلاف تفشل لانه ما في مرونة فكرية ما في ان انا ابغى هذا الشي وهو يبغى هذا الشي لا لازم احنا نكون من دمجين ولازم تكون في رابطة الى حد ما اذا في اختلاف فلازم يكون في شي يربط بيننا عشان يعوض هذا الاختلاف بحيث ان نشعر نشعر بايش بالاستقرار وبالتشابه وبالتماثل مع بعضنا البعض فلذلك مهم جدا 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 تستوعب هذه النقطة طيب القدرة اكيدة على الكلام الطيب والمغازلة هذه واحدة من اهم المهارات اللي تتم الحب اذا انت ما تقول كلام حب لشريكك انت ما تعبر لمشاعرك عن شريكك وهذه مهارة اضافية التعبير عن المشاعر كيف حيعرف انك تحبه كيف يعني يا جماعة كمان حدث العاقل بما يعقل ليه احنا نتصرف بطريقة بشعة مع بعضنا البعض ونخفي ونعيش في اذهاننا ونقول خلاص هو المفروض اننا يفهم كيف المفروض اننا يفهم اسألك بالله كيف المفروض اننا يفهم الله سبحانه وتعالى اللي خلقنا وضح لنا كل شي وضح لنا الحلال والحرام وضح لنا الصح والغلط نجي احنا نطالب البشر بانه يفهمونا احنا البشر وخالقنا اللي هو خالقنا نزل لنا كتب ونزل لنا وعطانا العلم وعطانا القدرة باننا نعيش بهذه الحياة يعني بالله يا بناتو يا شباب بلا يستهتار في المواضيع هذه بلا يكسل يعني بلا اعتمادية واتكالية ما ابغى انا احتاج ان مفترض بانه هو يفهم المفترض بان هي تفهم كلامي هي تفهم وش انا اقصد تكلم زي الناس عشان الواحد يفهمك زي الناس حسن كلامك حسن اسلوبك حبرا عم مشاعرك ماحد يبغى انسان يقعد ينبش فيه نبش فيه نبش فيه عشان يوصلى في النهاية بس يتحب الموضوع انا تزواش عشان ارتاح وكثير قالوها ليه انا تزواش شان ارتاح ليه هذه الحركات أنا طول عمري قاعد أسعى وأجمع وأبني نفسي وأكون ذاتي عشان أخذ إنسان ولا إنسانة بقعد مرة ثانية أشتغل وزيادة وأبثل متى برتاح أجل متى برتاح الزواج المفترض أن يكون راحة في لعب في ضحك في ساعة صدر في مزح في مشاكل خفيفة لطيفة نتعامل معها بكل رقي لأن المشاكل وش اللي يكبرها عدم رقينا وعدم تفاهمنا وعدم تصالحنا فهذا أنت تبغى تكبر الحب أنت تبغى تنمي الحب بينكم زي ما قلت لك اشتغل على نفسك اشتغل على مهاراتك وعلى الأغلاط الشائعة في مقاطع كثير سويتها عن سلوكيات تفشل الزواج وأسباب فشل الزواج اسمعها هذه حتكون لك منارة حتنور عليك يعني أنا حاولت قل ما أقدر في سلسلة الزواج ألم أكبر كمية من المعلومات اللي تساعدك أنك تبني حياتك وبعد فيه كتاب مجاني مسويته عشان يلخص المواضع فرجاء يعني رجاء كل شي ملك يديك كل شي عندك وعند رجولك انت بس طبق انت بس طبق مو تسمع وتمشي طبق الكلام النقطة اللي بعدها اللي هي التعرف على لغات الحب الخمس ولغات الحب الخاصة بشريكك ولغة الحب الخاصة بذاتك لازم تعرف وش اللي يخليك تشعر بالحب واللي يشعر شريكك بالحب وتبدأون الاثنين بعملية اللعطاء برضو لازم تعرف حقوقك في العلاقة وحقوق شريكك ولازم تعرف التصرفات اللي اذا انت ارتكبتها تؤذي شريكك يعني زي مثلا مثال اللي يمشي ويوصخ البيت يقول له زوجة نظفي اللي ما ينظف وراه بحجة انه انا دافع لها عشان تنظف عشان تنظفي مو عشان انا اجيب يعني هذه العقلية عقلية التملك وعقلية السيطرة اللي غيها من مفهومك تماما لانه كل ما امتلكت رغبة في السيطرة والضغط والتحكم وكبت الحرية كل ما زواجك فشل بسرعة اكبر الله سبحانه وتعالى اللي هو اللي خلقنا واللي له حق علينا اعطانا الحرية بكل شي حتى في الدين قال تبغى تؤمن الجنة موجودة تبغى تكفر النار موجودة انت اختار انت اختار فلذلك رجاء لا نجلس نكبة بعضنا ونقول انه ربي هو اللي قال لي انه انا لي الحق باني اسيطر على زوجتي ولا انا لي الحق باني اتحكم في حياة زوجي ولا المفترض انه يعطيني كل وقته ولا هي المفترض بانها تفعل لي هذه الاشياء تسبب مشاكل كبيرة بينكم لان محد لا هالحق يسيطر على الثاني ولا يفرض معتقداته على الثاني ولا يجبر الثاني على اي شي فضروري نفهم هذا الموضوع النقطة اللي بعدها اللي هي لازم تتعلم وضع الحدود في العلاقة حط حدودك الحمرة انا بالنسبة لي يا زوجتي واحد اثنين ثلاثة عندي خط احمر انا بالنسبة لي يا زوجي الحدود الحمرة عندي واحد اثنين ثلاثة كذا خلاص عشان ما احد فيكم يأذي الثاني وممكن وممكن حييجي يوم واحد فيكم يتعدى حدود الثاني مو معناتها دنيا تنهار البشر يغلطون البشر ايش يغلطون فلا تسويها سالفة اي نعم ازعل ازعل المؤدب الراقي عشان شريك يحس على دمه ويندم وترجع الامور لمجاريها اما اروحي بيت اهلك ووحدة تطلع لي في نص الليل تشرد من زوجها عشان بس ما اشترى لها الاثاث اللي تبغاه ايش التفاهة هذه يعني قصص والله العظيم شي مو طبيعي مو طبيعي ليه كذا ليه كذا ايش اللي وصلنا لهذا الحد الا ايش يقول لك كرامتي ما تسمح لي ومين قال اصلا انه في كرامة في العلاقة انت مكرم من الله تدرون متى الكرامة تروح لما تحط قدرك في كل شي والله انا قدري انه الاكل هذا اذا ما تقدم لي بالطريقة الفلانية هذا مو قدري قدرك في وجبة يقدمها غيرك قدرك بكل ما الناس تقولها لك قيمتك بملابسك قيمتك بسياراتك قيمتك بممتلكاتك قيمتك ايش فيه مفهوم الكرامة عندنا ملتوي بشكل كامل انت معزز مكرم كل ما حطيت قيمتك بشي ارجع وعيد عليك كل ما كانت قيمتك بالاشياء كل ما زالت قيمتك ليه لانه كل ما ربطت قيمتك بالاشياء كل ما ثمنتك الاشياء فلما انت ثمنني سيارة واللي ثمنني وجهي اللي لازم احط فيه عمليات تجميل وبوتكس كذا انا وش قيمتي قيمتي بوجهي مجرد ما يروح وجهي رحت قيمتي فهمتو وانت كل ما كرمت نفسك بنفسك وكل ما عرفت قيمتك محد فيه شي يأثر عليك فليه نجلس نقول لا 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 انا ما اقدر اطلب منك اش التفاها دي اذا انا ما علمت اللي قدامي انا وش حدودي وش الاشياء اللي تقلمني بالله هو كيف بيفهم قارئ كيف هو قارئ افكار يعني صراحة اشياء غريبة احنا طيحين فيها طيب النقطة اللي بعدها لانه المقطع جالس يطول ارفع حاسيسك بشريكك عبر توصيع تركيزك من الانا الى انا وشريكي والاخرين ما ينفع نكون تركيزنا علينا احنا فقط احتياجاتي اللي ابغاه اللي احتاجه اللي نفسي فيه اللي خطري فيه طيب انت لما انتزوجت الآن صار فيه انسان الانسان هذا يمر بظروف فالمفترض مني انا ارفع احساسي اشوف هل هذا الانسان قادر يعطيني الشيء اللي انا ابغاه واحتاجه الآن او لا اذا ما يقدر احتي انتظر ما اعيش في حالة احتياج يا جماعة احنا عايشين في حالة احتياج مطبيعية في حاجات اساسية في النفس زي الشعور بالحب الشعور بالرغبة الانتباه الى اخره لكن ما اعيشها باحتياج الاحتياج حالة جدا سلبية لانها تشعرك بالنقص لانها تشعرك بالضعف لانها تشعرك بالخنقة لانك تكون غير سعيد عادي انا اكون عارفة اني محتاجة حب بس امشي اكمل في حياتي ما اموت ما ابكي في الليل لاني والله ناقصني هذا الشيء مو طبيعي كذا ممكن يكون نعم فيه شوية حزن انا بخاطري والله انا نفسي بس يلا عاد ان شاء الله ربي يعوضني اوكل موضوع ربي وامشي يعني كذا الواحد يحصل راحت باله يا جماعة كذا الواحد يرتاح بانه ايش يقول خلاص يا اخي ربي موجود ربي بيعوضني اللي قال لا نسألك رزقا نحن نرزقك اسعى يا عبدي وانا اسعى معاك ان هذا لرزقنا ما له من نفاد نجي احنا نعطي نقول انه ربنا محدودين اجعل نستاهل نستاهل لما نحس بالخنقة لانه الظنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء يش اخوكل امورك الرب وانبسط والله الحياة اجمل والله الحياة لو احنا بس فككنا التعقيدات اللي في انفسنا وبطلنا نسمع الاغاني التافهة اللي تخلينا اتفه وتزيدنا ونتفرج الافلام اللي تخلينا تافهين ولا تزيد من مشاكلنا ولا تزيد من حالاتنا النفسية احنا منعيش سعيدين لانه الحياة اكبر من كذا صدق وكل امورك لله وانبسط النقطة اللي بعدها اللي هي المعاملة الحسنة الظن الحسن القول الحسن النزاهة والامانة حتى في اوقات الاختلاف مع الحفاظ على سمعته في حضوره وغيبته يعني بلاش نطلع افكار سلبية عن ازواجنا وزوجاتنا ما نجلس ننشر الخواتنا واهالينا سواليفنا في البيت ما ينفع ما ينفع لانه ممكن اليوم هو غلط ونده متغير الحل الصحيح باني انا اعاملة بالحسنة هو اسائلي انا اتكلم معاه بالطيب وافهمه بانه هذا الشيء اسائلي وزعلني وضايقني لكني انا بخير ترى وعلاقتنا بخير فرجاء لا يتكرر الموضوع وممكن يتكرر وبيتكرر لانه الانسان اسير عادته الى ما تتغير العادة هذه مع الوقت فلا نكبر الامور ونعطيها اكبر من الحجن اخر شيء اللي اما ناقشك فيه ازالة فكرة الانتقام من بالك تماما والتركيز على تقديم الدعم والتشجيع في مختلف المواقف اذا انت عقليتك واحدة بواحدة والبادي اظلم اوف زواجك منتهي زواجك جدا جدا منتهي ليه لانه زي ما قلت لك الانسان فطرته بانه يقطع فاذا اخطأ هذا ايش معناته بانه بشري فاذا كل مرة واحدة بواحدة والبادي اظلم اوه هي بتكثر الوحدات وبتكثر المشاكل وبتعمق وبتزيد الجروح وبيصير معاد فيكم قدر انكم حتى تتكلمون ولا تتواصلون ولا تحلون الموضوع بالتالي يحدث ايش الطلاق العاطفي وبعدها الطلاق الفعلي فلا توصلون نفسكم لهذا النقطة بكذا اكون ختمت المقطع لهذا اليوم مواقع التواصل الخاصة فيني موجودة تحت في صندوق الوصف برضو في نقاط اضافية ما ذكرتها اضفتها في الكتاب اذا حاب موجود الكتاب تحت مجانا في صندوق الوصف حاطت لكم رابط التحميل موجود في جميع المواضيع تبع السلسلة موجود حتى حطت لكم ايقونة اليوتيوب لو ضغطوا عليها حيوديكم على طول لمقطع الفيديو بحيث انه يكون زي الكتالوج بسلسلة الزواج وبرضو في مقاطع اضافية وفي كلام اضافي انا ما سويت لها مقاطع في اليوتيوب موجود في الكتاب فان شاء الله انه حتحقق اكبر كمية استفادة من انتبه على نفسك وبالتوفيق